سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدى رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهبم بالمسير للعنى ومناجات القمم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته الحلقة مفيدة جدا للناس الذين لديها مشاكل في الآيون زياد الناس الذين يتعانم من ارتفاع في ضغط الدم بشكل مستمر ومش عادفة تشوف حلل هذا الأمر الناس الذين لديها مشاكل في الشرايين وارتفاع الدهون الثلاثية لديها مشاكل في الكوليسترول التراجلس ريد عندها زياد الناس الذين يتعانم من ناصر فيتامين بي 12 نقدر نقول برضو الحلقة دية مفيدة للحوامل وخصوصا للجنين أثناء فترة الحمل الناس الذين يتعانم من مشاكل في الغضم والحرق والتمثيل الغذائي الناس الذين يتعانم من مشاكل نقدر نقول الناس الذين يتعانم من الضعف العام والتعب المستمر والحراق المستمر نقدر نقول الحلقة دية مفيدة جدا ليه مفيدة مفيدة لان احنا نتكلم عن حاجة يعني تكاد تكون نقدر نوفرها في كل بيت وبسيطة وسهلة وتقدر تحللنا أغلب كل هذه المشاكل بشرط ان احنا نستعمل الأشياء اللي نستعملها بس بشكل متكرر وتكون متواجدة في البيت عندنا بشكل مستمر ايه يا بقى ما نيجي نقول هنتكلم عن الكوسة اه ايه الكوسة ده انت بعد كل الكلام ده دكتور بتقول الكوسة ايه الكوسة هيعتبر حاجة سحرية الله عز وجل رزقنا بيه هنقدر ان احنا نستخدمها هتكون مفيدة للعيون ليه مفيدة دكتور احمد للعيون معروف الناس ما بتكبر في السن بتبقى عرضة لمشاكل في العين ومشاكل في الرؤية والعمل الليلي وهذه الأشياء نستطيع ان نقول ان الكوسة بتحتوي على المغنيسيوم وفيتامين سي والبيتا كروتين والليوتين نقدر نقول ان هذه الأشياء فعالة جدا للحفاظ على صحية العين حتى مع تقدم العمر فوجود هذه الأشياء في الكوسة نقدر نقول ان بيخلي لها مفعول كبير جدا 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 ان هي تحافظ لنا على صحية العين اقول نتاني حاجة هنسيطر على ضغط الدم الناس اللي بتعاني من الارتفاع في ضغط الدم نقدر نقول أن الكوسة فعالة جدا أنها تسيطر لنا على ضغط الدم ليه دكتور أحمد؟ لأنها بتحتوي على البوتاسيوم البوتاسيوم ده بيعطلنا تأثير الملح والصوديوم اللي بيعملوا على ارتفاع ضغط الدم فنقدر نقول وجود البوتاسيوم هيعطلنا من تأثير الملح والصوديوم اللي بيعملوا على ارتفاع ضغط الدم ومش نسبة عادية ده نسبة البوتاسيوم اللي موجودة تعتبر نسبة كبيرة ولا بأسة بها اللي موجودة في الكوسة نقدر نقول ان احنا هنقدر نحمي الاوعية والشرايين بتاعتنا من الانسداد طب ازاي هنحمي الاوعية والشرايين بتاعتنا من انسداد دكتور احمد من خيال الكوسة لان الكوسة بتحتوي على بيتامين سي وطبعا وجود بيتامين سي بنسبة عالية في الكوسة نقدر نقول ان هيحملنا الشرايين والاوعية الدموية من الانسداد نقدر بردو نقول ايه تاني نقدر نقول اه نقدر نقول ان الكنسة بتحتوي على مجموعة فيتامين به عارفين طبعا من فيتامين به وطبعا بيتكتب في كل رشدات وجع العصاب يعني ولو رشدات وجع العصاب لا تخلو رشدة لوجع العصاب من فيتامين به وحتى فيه دكاترة بشكل كبير جدا وانا من ضمنهم يعني ان احنا دائما نكتب الجرعة الوقائية بتاعت فيتامين بي 12 او به كومبليكس بشكل عام سواء كانت على هيهة كابسولات او على هيهة حقن لان نقص فيتامين بي ممكن يسبب لنا مشاكل خطيرة منها وجع العصاب وطبعا غير الفاوضة الصحية الكتيرة جدا ليه فيتامين به يبقى نفرد حلقة تانية نتكلم عن الفاوضة الصحية لفيتامين به يبقى قولنا بيحتوي على مجموعة فيتامين به به كومبليكس ما نجي نتكلم على فيتامين بي كومبليكس يعني بنتكلم عن دعم عمليات الايد جوى الجسم يعني نتكلم عن الحرق نتكلم عن التمثيل الغذائي الناس اللي بتنزل في الوزن طبعا الناس اللي بتتابع معنا في بعض الناس بنكتب لها فيتامين به علشان عملية الحرق والتمثيل الغذائي لنا طبعا غير ان فيتامين به كومبليكس بيحسن من الصحة العقلية والنفسية فما نتكلم عن الصحة العقلية والنفسية نتكلم بقى المشاكل المختلفة للامراض النفسية وجود فيتامين به به نستطيع ان هو نقول ان دي دور فعال وبالغ جدا ليه علاج كل هذه المشكلات بل والوقاية منها يبقى وقاية وعلاج من ضمن البرتوكولات العلاجية لو ملايش فيتامين به لأي مشاكل نفسية او مشاكل عقلية تأكد ان الشخص اللي كتب لك او كده او ما نصحكش غير متمرس بشكل كبير في المهنة قلنا برضو فيتامين به نحن نتكلم عن الكوسة اللي كده خلصنا فيتامين به نخش على طول بعد كده الكوسة مفيدة للحوامل تبلية دكتور احمد الكوسة مفيدة للحوامل لاحتواء على حمد الفوليك الفوليك اسد وطبعا فيه منتجات كتيرة جدا مكملات كتيرة جدا فيها حمد الفوليك لحمد الفوليك الحوامل بياخدوه علشان نمنع من تشوه الجنين اثناء اثناء الحمل لان نقص حمد الفوليك ممكن لقدر الله يؤدي الى عدم وصول المغذيات للجنين وبالتالي حصول تشوه للجنين وخروجه بمشكلة صحية فنقدر نقول مفيد للحوامل يعني انت لو حامل يبقى الكوسة خيار صحي ان احنا نحط من ضمن الاطباق اليومية على الاقل اسبوعيا من المارتالي ثلاث مرات في الاسبوع يعني نتكلم ما لم يكن هناك ان انت عامل نظام جزائي من خلال المتخصص بيعطيك كل هذه الاشياء من خلال نظام جزائي صحي بيحتوي على كافة العناصر جزائية من الكربوهيدرات من الفات من البروتين من الفيتامين من المنيرا من الفايبر من المياه ما فيه كل الحاجات ديت يعني فاحنا ما بنتكلم بنتكلم بشكل عام بنيديكم كده النصائح الاساسية لكن لنغفل عن انت لو عندك مشكلة صحية روح لدكتور تغذية يدي لك نظام جزائي علاجي للمرض بتاعه بالفعل يا جماعة الانظمة الجزائية اللي احنا بنعدها بشكل مستمر ازبتت فعاليتها في علاج امراض كتير جدا مرضى السكر ومرضى الضغط مرضى التصلب الشريين امراض الكوليسترول الناس اللي بتعاني من مشاكل اه في المناعة بالفعل النظام الجزائي شوف بقول لدرجة ان هو نقدر نجزم بنسبة مية في المية ان هو الواحد ويكون كافي ما لم يكن هناك مسلا حاسسين من بعض الاشياء معينة او ان احنا بنستعمل بعض العامل المساعدة لنا مثلا وليكن في البداية من خلال بعض المكملات في البداية لكن اه النظام الجزائي الصحي ونمط الحياة السليم والرياضة و اه يعني والحالة النفسية اللي اربع عجلات دولي لهم دور كبير جدا في اه علاج اي مشكلة وده وعد مني لاي حد لو فيه نظام جزائي سليم فيه رياضة في حالة نفسية نتكلم يعني على بروتقول علاجي كامل فيه كل هذه الاشياء نستطيع ان نعالج اي مرة عشان ما نخرجش بعيدا الموضوع بتاعنا خلينا في الكسة بتاعتنا احنا دلوقتي قلنا الكسة مفيدة ايه قلنا للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم قلنا للناس اللي عايزة تحافظ على صحة عيونها حتى ما تكبر في السن والناس الكبيرة في السن وفضل ان الكسة دي تكون موجودة كأطباق رئيسية بشكل اه اسبوعي اه نتكلم عن يعني نتكلم عن حماية الشرايين والاوعية دموية حماية الشرايين والاوعية دموية من الانسداد اللي بيحتوى على فيتامين سي قلنا بيحتوي على مجموعة فيتامين بيه كومبليكس والتالي تحسين من عمليات الايد والحارة والتمثيل الغذائي غير تحسين الصحة العقلية والنفسية مفيد للحوامل اللي احتوى على الفوليك اسد اللي هيحمي من اي تشوهات ممكن تحصل الجنين قلنا برضو تنظيم عمليات الهضم تنظيم عمليات الهضم اللي هي النسبة الماء اللي موجودة في الكوسة عالية ونسبة الالياف برضو عالية فالاستهلاك المنتظم وغير طبعا الاستهلاك المنتظم للكوسة بيمنع من الكرح المعدة ومتلازمة القولون اللي هو الريتبالبولنسندروم وسرطان القولون يبقى سرطان القولون والريتبالبولنسندروم وكرح المعدة الاستهلاك المنتظم هناك دراسات تثبت هذا الكلام ان الاستهلاك المنتظم للكوسة تمنع من كرح المعدة ومتلازمة القاولون المتهيج وسرطان القاولون تخفيض مستويات السكر في الدم بصوا يا جماعة في دراسة اكيدة في دراسة تعملت بتقول ان استهلاك 30 جرام من الالياف في نظامك الغذائي استهلاك 30 جرام من الالياف في نظامك الغذائي سيقلل من خطر الاصابة بمرض السكري بشكل ملحوظ وبما نقول بقى ان الكوسة لها دور في تخفيض مستويات السكر في الدم لنها غنية بالالياف زياد طبعا ان الالياف معروفة انها تشعرنا بالشبع في وجودها حتى من ضمن الانظمة بتاعتنا تبدأ دفع قوي جدا ان احنا نشبع بسرعة بالنسبة للناس اللي عندها زيادة في الوزن فيبقى لها دور في الناس اللي عندها اوفر ويت نتكلم بعد كده عن قلنا تكلمنا عن صحة العيون من ضمن طبعا ما تكلمنا عن صحة العيون قلنا الماغنيسوم وفيتامين سي والبيتا كاروتينات والليوتين نقول ان برضو مضادات الاكسادة والمغازيات النباتية وفيتامين سي والبيتا كاروتين وزيكسينين والليوتين تقول لا حاجات فعالة جدا تحافظ لنا على صحة العيون بتاعتنا وان احنا حتى مع تقدم العمر ما يحصلناش اي مشاكل في العين بتاعتنا حافظان الله وياكم بس كده الناس اللي بتتعاني من مشاكل الضعف والتعب العام والارهاق المستمر والدخل المستمر كلها يعني نقدر نقول بشكل مستمر لو انت عندك اعراض الارهاق والتعب العام لو انت استهلكت الكوس ها هتبقى دفعه قوية جدا انه يتعززلينا من الطاقة والحيوية في الجسم اللي اعود دكتور احمد بتعززنا من الطاقة والحيوية في الجسم زي ما اولنا في البداية لو تتذكروا ان هي فيها مجموعة فوجود مجموعة فيتامين بيت هتبقى دفعه جدا ان احنا نحسن الطاقة والحماس في العيوي في جه الجسم وبكده ان نكون خلصنا الحلقة طاعتنا انيه شكرا لكم كان معاكم الدكتور احمد طلبشان تغذية في تركيا دم اتم بصحة وعافية سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الحباء موطني 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 يا أنا